دولة العادل دولة الحق كم يحتاج إدارة هذه الدولة من رجال وفي أي مرتبة يجب أن يكونوا الإمام المهدي صلوات الله عليه إذا كان المقرر يدير كل الأمور بالقضايا الطبيعية ما يحتاج إلى أي مقد وما يحتاج إلى أي يد يعني الذراع تدير الأمور ولكن هذه الروايات وروايات أخر تقول إن هناك أيضا بعدا طبيعيا فلابد أن يكون هناك عدد كافي وفي درجة رفيعة راقية من التقوى والإيمان والإخلاص درجة رفيعة جدا والإطاعة هل وجد هذا العدد؟ العدد الذي يتمكن أن ينهض بهذه المهمة يؤسفنا أن نقول لا لم يوجد بعض يمكن يتعجبون من هذا الكلام الإمام المهدي صلوات الله عليه ينتظر تمام العدد؟ هذا الجواب الذي يشير إليه الشيخ المفيد ولو علم الله تعالى أن في جملتهم العدد المذكور على ما شرطنا لظهر الإمام اللامحال ولم يغب بعد اجتماعهم طرفة عين يعني إذا هذا العدد يكتمل كما يقول الشيخ المفيد الآن في نفس اللحظة الإمام يظهر هل يبدو هذا غريبا؟ لعله يبدو هذا المنطق الذي يقوله الشيخ المفيد غريبا؟ لا مو غريب أمير المؤمنين صلوات الله عليه يشير إلى نظيره في نهج البلاغة لاحظوا الخطبة الشقشقية الإمام صلوات الله عليه بعد أن يقول فما راعني إلا والناس عندما هجموا على الإمام صلوات الله عليه للبيعة الإمام يبدأ بهذا المقطع ثم يقول لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء ألا يقار على كذة ظالم أو كذة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولا سقيت آخرها بكأس أولها شنو الفرق بين الأول والآخر؟ هذا هو الفرق كما يقول الإمام في الخطبة الشقشقية حضور الحاضر شراح نهج البلاغة يقولون يعني حضور هؤلاء الذين هجموا بالتجاه الإمام ما كانوا في اليوم الأول ولذلك في اليوم الأول الإمام ألقى حبلها على غاربها يعني حبل الخلافة ألقاها على غاربها يعني على عاتقها وترك الأمر ولكن الآن حضور الحاضر لولا حضور الحاضر أنا ليش أقول هذا الكلام لأنه بعض يمكن يتأملون في جواب الشيخ المفيد لا لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر الناصر وجد فالإمام قبل الخلافة الظاهرية بعد أن كانت له الخلافة الواقعية من الأول لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها كنت أتعامل مع الأواخر كما تعاملت مع الأوائر هذا العدد لم يكتمل خواي مؤمنين أكوه ولكن ما هو العدد وما هي الصفات صفات جدا رفيعة ينبغي أن تكون في هذا العدد هذا ما متوفر ولذلك في شرح التجريد على ما أتذكر يقول وعدمه مننا نحن وراء ظاهرة الغيب وجوده لطف وتصرفه لطف آخر وعدمه مننا هؤلاء الجماعة لم يصلوا إلى ذلك المستوى وتلك الدرجة أنا أذكر لكم بعض الروايات تبين صفات هؤلاء هذا العدد نذكر العدد بعدين إن شاء الله كيف يجب أن يكونوا يقول الراوي دخل على الإمام أبي عبد الله يعني الإمام الصادق صلوات الله عليه فقال له جعلت فداك إني والله أحبك وأحب من يحبك يا سيدي ما أكثر شيعتكم عهد الإمام الصادق صلوات الله عليه انتشار التشيير بعد ذلك الضغط الشديد فقال له أذكرهم كم واحد فقال كثير واي فقال تحصيهم كم واحد تقدر تعدهم قال لا هم أكثر من ذلك يعني فوق الإحصاء فقال أبو عبد الله عليه السلام أما لو كملت العدة الموصوفة ثلاثمائة وبضعة عشر طبعا هذا العدد الأول أكو أعداد أخر نذكرها إن شاء الله كان الذي تريدون ثلاثمائة وبضعة عشر في بعض الرواية الأخر ثلاثمائة وتلاثة عشر يقول بعدين يذكر صفات هؤلاء عن أبي عبد الله عليه السلام في صفات أصحاب الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجح ورجال كأن قلوبهم زبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله أي شك هذه قضية مهمة قضية اليقين قلوبهم كزبر الحديد يعني قطع الحديد لا يشوبها شك في ذات الله أشد من الحجر يتمسحون بسرج الإمام عليه السلام يطلبون بذلك البركة عقيدتهم ولايتهم قوية ويحفون به يحيطون به يقونه بأنفسهم في الحروب ويكفونه ما يريد فيهم لاحظوا صفاتهم كما يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه رجال لا ينامون الليل ما يقدر ينام المؤمن ما يتمكن ينام ليش لأنه محب المحب ما يتمكن ينام إحنا اللي ينام من أول الليل للصباح لأنه هذا الحب مو موجود في قلوبنا كما ينبغي ولكن المحب لا يتمكن عن ينام اللي يدرك عظمة الله سبحانه وتعالى ما يتمكن ينام اللي يدرك عظمة الآخرة ما يتمكن ينام إلا مضطر ذاك العالم قال لابنه نقلنا لكم قضيته قال هكذا ينبغي أن تنام أخذ الدفتر والقلم خلاه على جانب وأطرق برأسه قليلا كم دقيقة نام ثم قام طبعا واحد إذا هواي منهك بمجرد ما يغمض عيني ينام لا ينامون رجال لا ينامون الليل هذه الرواية عن الإمام الصادق صلى الله عليه حول صفات أصحاب الإمام المهدي لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل الآن شنو هذا الدوي يعني بكاؤه يعني لحنه إحنا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بسرعة بسرعة ولكن المحب له صلاة من نوع آخر يبيتون قياما على أطرافهم شنو معنى الأطراف؟ يعني الأرجل أو أطراف الأرجل ويصبحون على خيولهم بالليل ملايم وفي الصباح يجاهد مكدودا في ذات الله في خطبة الصديق الكبرى حول أمير المؤمنين مكدود يعني منهك شلون كلمة؟ مكدود يا أيها الإنسان إنك كادح رهبان بالليل ليوث بالنهار قمة العبادة كأنه راهب وأسد في النهار هم أطوع له من الأمة لسيدها التسليم المطلق هذه صفة مهمة حتى مالك الأشتار على عظمته وجلاله مالك وما أدراك ما مالك ما وصل إلى هذه الدرجة التسليم المطلق تسليم مطلق كالمصابيح كأن قلوبهم القناديل قلوبهم مضيئة مشرقة وهم من خشية الله مشفقون إشفاق خوف يدعون بالشهادة يطلبون من الله أن يستشهدوا بين يدي الإمام المهدي صلوات الله عليه ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله شعارهم يا لثارات الحسين أولاؤهم للإمام المهدي يتمسحون بسرج الإمام أولاؤهم للإمام الحسين صلوات الله عليه بهم بهم البائباء السببية ينصر الله إمام الحق يعني الإمام المهدي هالشكل إحنا نطمع هل فينا هذه الصفات الظهور متوقف على شنو ثلاثمائة وثلاثتعش من أهل الإخلاص خلوص يعني ما بي شائب أي شائب ما فيه ولكن المرحلة الثانية وهي مرحلة القيام تتوقف على عشرة آلاف رجول لا بد أن يوجد هؤلاء من هؤلاء 313 خمسين وحدة امرأة بلغت ذلك المقام ترجمة نانسي قنقر